قصف جوي روسي وسوري بمدن عدة يخلف قتلى وجرحة والبعارضة تصد هجمات جديدة في الرموسة جنوبية حلب الحثيون وصالح يعقدون جلسة للبرلمان وهذه يعتبرها مخالفة للدستور وجريمة تستوجب العقاب قتلى في صفوف الجيش العراقي في هجمات شمالية الرمادي والقوات العراقية تتقدم في القيارة في محافظة نينوان أهلا بكم مشاهدين إلى آخر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم ونستهلها من سوريا حيث وجددت طائرات والروسية والسورية قصفها على أحياء ومدن عدة في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في مدينة حلب وقد أدى القصف الروسي على منطقة الشميكو في ريف المدينة إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين كما قتل عدد من المدنيين وأصيب آخرون بجروح جراء إلقاء طائرات النظام براميل متفجرة على حييش خدر وفارس في المدينة ليرتفع بذلك عدد القتلى في حلب في الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى نحو التسعين قتيلاً لك الله يا حلب الله بشيوخك ونسائك وأطفالك مئة قتيل مدني في أربع وعشرين ساعة في سائر سوريا كان نصيب حلب منها نصيب الأسد قنابل فراغية روسية تلقى من أثقل القاذفات على مدار الليل والنهار وبراميل متفجرة ترميها من روحيات الأسد بلا توجيه أو دقة إحصاء القتلى غير ممكن لأن روسيا لم تلتزم بهدنتها لثلاث ساعات يومياً كما قالت فقتل قصفها خمسة أشخاص وعصاب آخرين في منطقة الشام كوفيري في حلب وقتلت آخرين في أحياء الشيخ خضر وفارس والشعار والبياضة والفردوس والسكري ومساكن هنانو وإحصاؤهم لا زال مستمراً ليس للمعارضة السورية المسلحة قدرة على إيقاف ما يلقى من السماء لكن على الأرض الأمر مختلف فصدت المعارضة هجمات جديدة للنظام على جبهة الراموس جنوبي حلب وأثخنت في جنود النظام والميليشيات الموالية فأوقعت بينهم سبعة قتلى وأسرت ضابطاً بل فاجأت النظام بقصف شديد براجمات الصواريخ على مواقعه في معمل الإسمنت وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية أنها حررت نحو ألفي مدني كان ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية قد استخدمهم كدروع بشرية بعدما احتجزهم أمس لدى انسحابه من آخر المواقع التي يتحصن فيها في مدينة منبج في ريف حلب الشبالي كما أحكمت سيطرتها على كامل مدينة منبج بدعم من مقاتلة التحالف الدولي هكذا هرب هؤلاء من جحيم تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية في مدينة منبج عقب استعادتها من قبل قوات سوريا الديمقراطية زغاريتهم والبسمة التي ارتسمت على وجوههم كانت أبلغ من كل العبارات كتبت لهم حياة جديدة كما يقولون وتخلصوا من جوروت التنظيم الذي قتل فلذات أكبادهم أمام أعينهم كما يرون حكاياتهم المؤلمة في طل سيطرة التنظيم على المدينة الرأس حوالي بيتي يدي أخذونا قصب وأنا دواخد ولدي من الصبح وأخذنا الضوء مشان إيش مشان ننهزم لكم مشان جيت حفيان أنا مباراتي أنا ما أجي من الشي ما أجي من الشي ما أمدي شي ما أمدي شي شو حاسم حاسم سعاد حاسم طرح حاسم الحلم هنا كانوا يعدموا الناس ويعلقوا روسهم هنا دوار السفينة حيث مقصلة الأبرياء استخدمها التنظيم لإعدام العشرات من أهالي منذج بفرض أحكام وقوانين صارمة تجبر الرجال على عدم حلق ضقونهم وإجبار النساء على الاتشاح بالسواد من رؤوسهن إلى أخمص أقدامهن تحت وطأة عقوبات قد تكلفهم أروحهم ألفا مدني استخدمهم التنظيم كدروع بشرية قلة منهم تمكنوا من الهرب فيما حررت قوات سوريا الديمقراطية ما تبقى منهم عقب انسحاب التنظيم من مدينة منبج إلى جرابلوس أحد معاقله على الحدود السورية التركية ضربة قاسمة تلقاها التنظيم بهزيمته في منبج التي تشكل طريق إمداد رئيسي للتنظيم بين الرقة حيث معقله الرئيسي والحدود التركية هزيمة ستمهد لمواجهة التنظيم في عقر داره في الرقة من قبل قوات سوريا الديمقراطية التي تستعد للتوجه بعد معركة منبج لمناطق أخرى أبرزها مدينة الرقة شمالي سوريا بدعم غير محدود يقدمه التحالف الدولي وبمباركة أمريكية لهذه القوات التي يعول عليها في استعادة الرقة وللحديث عن هذا الموضوع معنا من اسطنبول الناشطة الإغاثي عاطف النموس مرحبا بك سيد نموس هل توفرت لديكم أي معلومات أو معطيات عن الوضع الإنساني والإغاثي في منبج الآن؟ أهلا وسهلا بكم بالنسبة لمنبج حتى الآن لا يتوفر أي معلومات حول أمكاني الدخول الإغاثات والوضع الإغاثي سيء جدا حيث تعرضت منبج لغاية تحريرها بواسطة الأكراد كما يقولون تعرضت لقصف عنيف جدا من قوات التحالف وبالتالي الوضع الإنساني في منبج وضع سيء جدا وكما تعلمون عندما انسحبت داعش من منبج كانت قد أخذت عداد كبيرة من الأسرق حتى يكونوا كرهاء ويكونوا كدروع بشرية لهم فتم انسحابهم بحمد الله وكانت آخر معاقلهم وتم الخلاص منهم بانسحابهم التام ولكن أعادوا وأطلقوا الأسرق من جديد لأن كانت مهمتهم كدروع بشرية الوضع الإنساني في منبج ما يزال على حاله الناس لاستصرخ إلا أنهم عموما مستبشرين ربما يتوقع لأمر أفضل لكن القصف المستمر من قوى التحالف ومن القوى الروسية ما يزال على شده وهناك وعود بدخول إغاثات إلى منبج كما دغلت الإغاثات إلى حلب من خلال الجيش الحر نعم إذن هذه العائلات سيد نموس هذه العائلات تم تحريرها أي المختطفين تم تحريرهم وعادوا إلى منازلهم ولكنهم هم الآن يواجهون مصيرهم بمفردهم في ظل غياب المساعدات كنت أقول أن هذه العائلات أو المختطفين بعد تحريرهم من براث تنظيمة يسمى بالدولة الإسلامية عادوا إلى منازلهم وإلى أماكن حياتهم ولكن هم يواجهون مصيرهم الآن بدون أي مساعدات يعني كيف الوضع الآن يبدو مأساويا في ظل غياب أي مساعدات بدون شك سيد نموس هل تسمعني؟ نعم حقيقة هذه العائلات عادت إلى بلادها ولكن نعم تفضل نعم هذه العائلات عادت إلى منبج التي هي مقرها الأساسي لكن كما نعلم أن داعش أفرغت البلد أفرغت منبج بكل ما فيها لا يوجد فيها قوت لا يوجد فيها دواء لا يوجد فيها غذاء وبالتالي هم يستصرخون لا يوجد عندهم أي شيء وقوة البيدي وعدوهم بشيء لكن حتى الآن لم يتحقق دخول أي مساعدات لهم علما أن العائلات هم مستبشرون جدا بالخاص من داعش ومن الضغوط النفسية التي كانوا يعانون منها لأن الأصل هم عبارة عن مجتمعات وكانت مفروض عليهم بعض العادات والتقاليد التي كانوا يملونها ولا يمارسونها أساسا وهي بعيدة عن اعتقاداتهم فهم حاليا يستصرخون لدخول المواد الغذاء الإغاثية والمواد الإغاثية بالطبع سوف تدخل من طرف الجيش الحر ومن طرف بعض قوى المعارضة السورية لأن هالي منبج الأصليين هم الذين عادوا إليها وواجب على الجميع أن يقف معهم ومن هنا أيضا لابد من أن نستصدخ لحصول ممرات إنسانية عادة نموس من اسطنبول أذرع المقاطعة شكرا جزيلا لك نبقى في سوريا حيث لقيا تسعة أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون بجروح في قصف جوي ننوصي على مدن وبلدات عدة في إدلب وشهدت مدينة تلبيسة ورستنوى بلدة تيرمعالا في ريف حمص شمالي قصفا مماثلا أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين بينهم أطفال قال رئيس التركي رجب طيب اردوغان في مقابلة مع التلفزيون الألماني إن محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا تناولت الوضع في مدينة حلب السورية وضرورة فتح ممرات آمنة لضمان وصول المساعدات الإنسانية للأهالي المحاصرين وأقنع النظام السوري بذلك حلب في تحدي وهي في وطع صعب حاليا لقد ناقشنا موضوع حلب مع الرئيس بوتين بحثنا سبل مساعدة السكان هناك وتوفير احتياجاتهم سيكون هناك ممر حيث يمكن أن نوفر من خلاله مساعدات إنسانية وروسيا ستدعم ذلك وستقنع النظام وسنحل هذه المشكلة بهذه الطريقة إلى اليمن الآن حيث عقد البرلمان اليمني جلسة حضرها 140 نائبا من الحوثيين ومن حزب المؤتمر الشعبي التابع للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح بينما تغيب عدد من النواب التابعين للحزب عن حضور هذه الجلسة ورفضت عدة كتل برلمانية انعقاد جلسة البرلمان هذا معتبرة أنها تمثل استمرارا للانقلاب وخرقا للقرارات الدولية وقد حذر الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي أعضاء البرلمان الذين قرروا المشاركة في الجلسة التي دعا إليها الحوثيون وصالح اليوم وقال هادي في رسالة وجهها إلى النواب إن انعقاد جلسة البرلمان يعد انتهاكا للدستور وجريمة توجب العقاب وتوعد من يشارك فيها بالمساءلة القانونية وأضاف هادي أن انعقاد البرلمان غير جائز إلا بدعوة من رئيس الجمهورية أو بتوافق من رؤساء المجلس مشيرا إلى أن مجلس النواب توقف عن ممارسة مهامه وأن نظام التصويت فيه أصبح محكوما بالتوافق الجمعي وليس بالأغلبية ومعنا من عدن المحلل السياسي الدكتور علي الخلاقي مرحبا بك دكتور خلاقي إذن هذه جلسة تأقد يدعو إليها الحوثيون وصالح برأيك في ذل غياب أي إجماع من كافة مكونات الطيف السياسي في اليمن هل هناك مشروعية بداية حول انعقاد هذه الجلسة؟ شكرا لكم وللمشاهدين الكرام وفي البدء لا بد من تصحيح الخبر حول عدد المشاركين في هذه الدعوة التي دعا إليها الإنقلابيون لعدد من أتباعهم ولمن أرغموا على الحضور تحت التهديد بأن العدد حسب بعض المصادر الموثوقة لا يتجاوز المئة والعشرين فيما البعض يؤكد أنه أقل من ذلك ولا يتجاوز الأربعة والسبعين عضوا وإن من حضروا القاعة لإملاء المقاعد الشاغرة ليست لهم صلة بعضوية مجلس النواب هذا أولا الشيء الثاني أن مجلس النواب قد أنتهت فترته الشرعية ولكن بموجب المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني تم التمديد له على أساس التوافق بحيث لا يحق لأي أغلبية أن تتخذ أي قرار بمفرقها ومع ذلك فإن هذه الدعوة جاءت وهي تخلو من أية شرعية أولا لأنه لا يجوز لمجلس النواب ولا لعدد محدود منه أن يشرعن لإنقلابيين ولمجلس ابتدعه هؤلاء الإنقلابيين لا أساس له في الدستور إذن دكتور الخلاقي لماذا يصر الحثيون وصالة على عقد هذه الجلسة على الرغم من علمهم بأنها لا تلاقي إجماعا من كافة الأطياف أو مكونات الطيف السياسي في اليمن لا بد أن تعرف يا عزيزي أن من المفارقات أن الإنقلابيين وبالذات الحوثيين عندما اجتاحوا صنعاء في 21 سبتمبر من العام 2014 قد ألغوا المجلس النواب بقرار لقنتهم الثورية وها هم الآن بعد أن تحالفوا مع الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح و لاستغلال أي فرصة ممكنة لهم لإظهار قوتهم أو إعطاء صبغة شرعية لإنقلابهم يلقؤون إلى مجلس النواب الذي لا تتوفر أولا كما قلنا المشروعية الدستورية والقانونية لإنعقاده ثم أن النصاب لم يكتمل وأن المجلس النواب لا يمكن الدعوة له من قبل رئيس البرلمان الموالي لعلي عبدالله صالح دون الموافقة بقية أعضاء هيئة مجلس رئاسة البرلمان طيب برأيك ما هي الخيارات المطروحة الآن أمام حكومة الرئيس عبدالربو منصور هذي بعد هذه الخطوة أعتقد أن الخيارات واضحة منذ بداية الإنقلاب وهي الخلاص من هذا الإنقلاب واستعادة مؤسسات الدولة المنهوبة وكذلك سلاحها وهذه الخطوة التي اتخذها الإنقلابيون هي مجرد زوبعة لإثارة الاهتمام ولشغل المؤسسات الشرعية والمجتمع الدولي بقضية ليست هي المحورية في الصراع معهم الصراع معهم يتطلب نزع ذلك السلاح بموجب القرار الأممي تحت البند السابع وكذلك أخلاء المدن من السلاح واستعادة السلطة الشرعية وهم يريدون أن يشرعنوا لهذا الإنقلاب بانقلاب جديد على الدستور وبعدد قليل من النواب الذين لا شرعية لهم ولا لجلستهم التي رأينا مهزلة التصويت حينما قال رئيس البرلمان أنتم موافقون ورفعوا الأيدي وكأنه نحن في مسرحية هزنية وليس في مجلس نواب كالدكتور علي الخلاقي المحلل السياسي كنت معنا من عدن نعتذر عن المقاطع وفي تعز شنت طائرات وتحالف سبع غارات استهدفت مواقع الحوثيين في مخازنية تمويل العسكري شرقية المحافظة من جهة أخرى تمكنت المقاومة الشعبية من استعادة تبة الشجرة في مدينية المصراخ في تعز بعد معارك عنيفة مع الحوثيين وقوات صالح هذا وقتل تفلان وأصيب عدد من المدنيين في حي المجلية العليا بمدينة تعز جراء سقوط قضائف أشوائية من قبل الحوثيين خلال المواجهات مع المقاومة وتزمن ذلك مع اشتباكات بين الطرفين اندلعت غربي المحافظة حيث صدت المقاومة والجيش الوطني هجوما للحوثيين في مناطق عداء في مدينة الضباب أعلنت منظمة طباء بلا حدود عن ارتفاع عدد الضحايا الذين استقبلتهم بمحافظة سعدة المعقل الرئيس للحوثيين شمال اليمن إلى ثمانية وثلاثين طفلا بين قتيل وجريح وأفادت المنظمة في حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي بسقوط عشرة قتلى وثمانية وثلاثين مصابا من مدرسة حيدان جميعهم أطفال بين سن الثامنة والخامسة عشر وحسب المنظمة فإن غارة جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي استهدفت مدرسة فاضل بحيدان صباح اليوم هذا ولم يصدر أي بيان عن التحالف الدولي للتعليق على الحادثة نشرتنا مستمرة وفيها بانكيمون يؤكد على ضرورة إجراء تحقيق في أحداث ميدان رابعة عشية الذكرى الثالثة لفضل الاعتصام إلى الملف العراقي الآن حيث قتل عشرة أفراد على الأقل من القوات الأمنية العراقية في تفجير واشتباكات شمال الرمادي مع تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية وقد أسفر الهجوم عن تدمير آليات عسكرية تابعة للقوات العراقية في المقابل تمكنت قوات من الحجد العشائري من صد هجوم آخر للتنظيم شرق الرمادي وقتلت خلاله ستة عناصر من التنظيم خلال اشتباكات بين الجانبين اندلعت منذ مساء أمس في المنطقة في هذه الأثناء أطلقت القوات العراقية عملية عسكرية جديدة من عدة محاورة بهدف استعادة السيطرة على ناحية القيارة جنوبية مدينة الموصل من تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية يأتي ذلك بينما أعلنت قيادة عمليات تحرير نينو وأن قواتها أحكمت السيطرة على ثلاث قرى في ناحية القيارة التي تفصل بين محافظة سلاح الدين وجنوب الموصل وذلك بهدف قطع طرق إمداد عناصر التنظيم لقضاء الشرقات وناحية القيارة وقد أكد قائد عمليات نينو أن طائرات التحالف الدولي شنت أكثر من ثلاثين ضربة جوية استهدفت معاقل التنظيم في المنطقة في ليبيا أو دعا الأمين العام للأمم المتحدة بنكيمون إلى ضرورة إجراء تحقيق كامل بشأن مقتل مئات المدنيين على أيدي قوات الشرطة والجيش المصري خلال فضي اعتصامي ميداني رابع العدوية والنهضة شرقية القاهرة في أغسطس آب عام 2013 وجدد بنكيمون على أهمية احترام حق الاحتجاج السلمي وحرية التجمع خلال المظاهرات التي يعتزم مناهي ذول انقلاب العسكري في مصر وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي تنظيمها يوم غد الذي يصادف الذكرى الثالثة لفضي اعتصامي رابعا قالت سلطة سويسرية أن رجلا مسلحا بسكين وسائل حارق أصاب سبعة أشخاص في هجوم على خطار في مقاطعة ساندغالن شمال شرقي البلاد وأفادت سلطة سويسرية بأن المهاجم وصيب في الحادثة وهو ألماني يبلغ من العمر سبعة وعشرين عاما وأضافت أن المصابين نقلوا لعدة مستشفيات وهم يعانون من حروق وتعانات منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي واصل مسرح والدمى اللبناني تقديم عروضه لجمهور متنوع يستقطب الكبار والصغار اليوم يفتتحها المصرح من جديد ستارة مسرحية ياللينام التي تلاقي إقبالا كبيرا لمحة عن هذا العمل الفني في التقرير التالي يتهافت الأطفال نحو قاعة المسرح بحثا عن الكراسي الأقرب للخشبة قبل دقائق من بداية عرض ياللينام مرجان المسرحية التي تدور أحداثها في زمن ألف ليلة وليلة وتحقي قصة أمير صغير اسمه مرجان يرفض أن ينام ويريد من نساء مدينته أن يروى له قصص نوم جديدة نامير جان أهميتها أنه مثل معظم مسرحياتنا ما فيها وعز للأطفال نحنا ما في عنا وعز أخلاقي ما في عنا يعني تعليم بالمعنى الناشف للأطفال ما منفرج الأطفال الصراع بين الخير والشر بالطريقة الأبوية لا منروح نحنا مع الخيال للآخر مع الأولاد عمل لا يمكن اختصاره بمسرح الدمى فالنص المشوق والأغاني المعبرة التي ألفها الفنان أحمد قابور تجعل من هذه التوليفة إبداعا فنيا يتسمر الأطفال وأهاليهم لمشاهدته على مدى ساعة كاملة أكيد بالنسبة لأقلنا كممثلين يعني الفكرة تتوصل لأطفال هي أكيد أصعب من الكبار بس كمان الأطفال عندهم نقدر تستيعاب مهمة نقدر نوصلها بالطريقة المبسطة التي تمشي فيها القصة تبعها يلا ينم برجين العمل المسرحي الذي جال بلدان عدة وحصد جوائز عدة في مهرجانات متنوعة ورغم اعتراف الجمهور بجودته لم يلقى حتى الآن أي تكريم في بلده الأصلي لبنان أزيد من عقد من الزمن مر على أول عرض للمسرحية إلا أن يلا ينم مرجان لا تزال تجذب الأطفال والكبار بجمعها المتميز بين الأسلوب القصصي الممتع والرسائل التربوية الهادفة ميثم قصير التلفزيون العربي بيروت بهذا نأتي إلى نهاية هذه النشرة زوروا موقعنا على الأنترنت العربي كما بإمكانكم يبدأوا الأرأي والمقترحات على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي دمتم بخير وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر